السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله يا شباب كيف كونش وأخباركم إن شاء الله بخير المهم يا شباب فوقت بالموضوع ضغري وبدون لف ودوران صراحة أنا أفكر أترك اليوتيوب وبجدية السبب الأول هو أنه صلي سنتين باليوتيوب أنا وفعتحت القناة بال2019 بالشهر الثالث بعد كم يوم بصير سنتين خلال هؤلاء السنتين قبل ما أبدأ حطيت ببالي هدف وصل للمئة ألف مشتري فما قدرت وصل لهذا الهدف يا شباب فهذا رقم واحد الشغلة الثانية أنه لا أرى ازدياد القناة يكون عالي يعني مثلا باليوم بجيني 30 مشتريك 40 بين الطويل ماكسيموم للمئة ولكن على هذا الرتم لوصل مثلا لرقم 100 ألف 200 ألف مشتريك هذا الكلام يريد أن يأخذ سنين يا زلمي الشغلة الثالثة والتي هي أهم سبب الذي يجب أن أترك القناة وهو موضوع أني أدعب شغلي يوميا تقريبا 10 ساعات بعد منها أريد أن يرحق صور وسجل فيديو كنت قبل أن نزل حوالي 4 أو 5 فيديوهات باليوم بعدين عملت برنامج 3 أيام بالأسبوع حتى 3 أيام بالأسبوع جدا تعابوني سطاً ما عبل حق ألعب بالألعاب اللي عب نزلها أو أشتريها ما عبل حق ما في وقت دوبني أشتغل سجل الفيديو تبع الأخبار أو تبع يوم السبت أو تبع يوم الثلاثة ويعطيك العافية معلم غيره ما عم بقدر ألعب شي ففيه تعاب كبير يا شباب وصراحة الأكبر سبب اللي عبي خليني يفكر بهاي الطريقة أنه هذا التعب اللي عم بتعبه ما عم بلاقي عم بيتعوض والله بأنه عم بجيني مشاهدات كتير أو أنه عم بجيني عدد مشتركين أو عم بنجح ما لي شايف حالي عم بنجح بعض يقول لأ أنت ناجح وكذا أنا بالنسبة للي النجاح يعني هيك شايف ما شفت حالي نجحت صراحة يعني سنتين شغل 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 علاق ندمان ما لي ندمان أن يفت بها الفوتى أنا ما عببول بدي اترك عببول عفكر دي اترك فما لي ندمان بالعكس تعلمت كثير مهارات إن كان بالتصوير إن كان ما عندي كاميرا يعني تمنيت كنت جاي بكاميرا عشان تعلم على الكاميرات أكتخ بس بالمونتاج تعلمت على كثير شغلات كثير تعلمت شغلات بالصوتيات سألت لرفقاتي هذا الكلام وعيلتي قالوا لي حرام بعد هالوقت كله إنك تترك اليوتيوب يعني حطيت عليه مجهود كبير وحرام تتركه لهيك وصلت لقرار إنه خليني نزل فيديو بالأسبوع هيك أنا بكون ارتحت أنا شو عبصير فيني عم تتعب نفسيتي إنه عبشوف حالي عم بقدم كثير لهالقصة ومع بلاقي حالي عم بنجاح ولا حتى نص اللي حاطته براسي أو حتى ربعه فما عبشوف إنه عبصير هالتفاعل عرفتوا كيف فما بدي أحرق حالي لأن نفسي تعبت من إنه يعني بيقولوا لي لا تهتم خلص أنت نزل فيديوهات وإنس الموضوع شغلي عب تتعب عليها ما بتقدير إنك ما تتأثر نفسيا بدك تتعب إجباري شغلي عب تتعب عليها تحط عليها مجهود كبير بينما إذا عملت فيديو بالأسبوع أنا هون وقتها نفسيا بحس حالي ما عم بحرق حالي كتير فبالتالي بتضل القناة مستمرة نفس الوقت أنا ما رح تصير حياتي كله ديديكيته ديكي كله إيكا موجهة لليوتيوب وبالتالي إذا ما نجحت ما رح يكون هالأثر الكبير علي هذا مو يعني إنه رح نزل فيديو تسليك بالعكس هذا الشي ممكن يعطيني وقت أكتر للاقي فكرة مميزة أكتر أنه المنافسة على اليوتيوب كتير كبيرة وإذا تطلعوا بعالمنا العربي القنوات المعروفة بالجيمينج وأخبار الجيمينج يمكن لا تتجاوز لـ 12-15 قناة هذول المعروفين والسابتين فإنه اقتصى لهذه هذول قنوات لازم تقدم محتوى مختلف أنا هذا اللي أفكر فيه صلي فترة يعني عم تساوي شي الكل عم يساوي ما رح تجيب جمهور وصعب إنك تسعط فممكن هذا الشي يكون خير إنه والله ينزل فيديو بالأسبوع إنه إطلع بفكرة جديدة أمر تاني زعجني باليوتيوب مؤخرا يا شباب صر تحس بصير اليوتيوب هو اللي بيحتم عليك شو تنزلي مو أنت بتنزل اللي بدك ياه بتصير مسيّر ما عدت مخيّر أماني فمسلا في كتير أنا أصاص ما عدت حبيت نزل عليها صراحة بسيك صرت مجبور نزل عليها احترقيت صارت أنا مليت ما عدت حبيت أعمل محتوى عن هذا الموضوع فبدي أرجع للبداية اللي بدت فيها نزل الشي اللي أنا حابه لأنه رح أبدع فيه إذا بدي نزل الشي لأنه والله جدوال ما رح يطلع من كامل نفسيتي فبشان ما يروح كل تعبيع الفاضي رح نزل فيديو كل أسبوع يوم السبت الساعة خمسة بتوقيت مكة المكرمة لازم حط جدوال بشان نكون الأمر منظم فيديو بالأسبوع إن شاء الله ما رح يكون فيها الضغط علي وبيعطيني وقت أكتر فكر بالمحتوى والشغلة الثالثة أفضل من أني أترك شغل سنتين هيك كوبة وفجأة لأنه أنا تدايقت فإن شاء الله إذا وصلت القناة لها وبالمستقبل خلال ستة شهور سبعة شهور لقيت وصلت لمية ألف لقيت صار في تفاعل بالقناة ممكن أني أرجع فعل حالي فيها أكتر بس على الوضع الحالي وهذه تنزل الكتب فيديوهات في الأسبوع نعم كتب الكتب فيديوهات الأخبار جميلة فيديوهات المورتال fleet جميلة ولكن، ومشاهدات أثناء الأمرين قادراه من أسبوع إلى ماهر هذا الأسبوع رجع ل rédioة المورتال 8 وأسبوع الأسبوع التي ت rooted retro JO وأحده 6 هنا الأسبوع خمسة وهو ثلاثة sofροتربتوني وأشتعل fazem cuts أولين Russ 구heim في ذلك الاول الأسبوع وسائل الأسبوع لاحق اقمن بالموضوع الفيديوهات الوحيدة اللي عبتشد هو اتبجيب افكار جديدة بحطة يوم السبب جربت كل شي جربت تحديات جربت انبهير جربت اندهيش جربت عمل واو اه غيرت ما سبحان الله ما عبتزبوت اهلا لكم الي زعلان والله شي بدايق صراحة يعني سنتين يعني الحمدلله رضيان انا يعني شو مديقلك ناحية رب العالمين الحمدلله طمرني فضله وكذا بس يعني انا نفسيتي حاسس حالي لم احقق النجاح الذي كنت احلم به معلي من الاخر وبنفس الشي حسيت حالي حرقت حالي فبشان ما احرق نفسي وصير طلع شي غصم عني رح ساوي ان شاء الله متل ما قلت لكم فيديو بالاسبوع قال لي احد رفقاتي انه لا تتعمل فيديو هيك تقول اتفكر تترك اليوتيوب ولا شو دراما لا يا سيدي ما لا دراما يعني انا مو معقولة انا فجأة غير الجدوال اي وما الكون يعني وما الكون يعبحس فيه عودتكم من اول ما فتحت القناة اي شي معلم اختص بالقناة بحكي لكم ضغري هيك الى face to face معلم ما بحب لا ما بحب تخبي شي يعني اللي بتابعوني يعني هي شكرا لالكون والله صح انا متضايق من انه ما حسيت حالي جبت نجاح كبير بس والله الدعم الرائع اللي اجا من كل اللي تابعوني وكل التعليقات والله يعني شو بدي قلق يعني نسبة 99 بالمية من التعليقات ايجابية بالسلبيات واحد بالمية فالحمدلله يعني فيه قبول بس هذا الشي نفسه اللي يعب يجنني ما زال فيه قبول ليش القناة ما بتنتشير هل هي يا ترى اللهجة مثلا انه اللهجة السورية صعب تنفهم بالوطن العربي ما بعرف انه ممتع فكر هلها هذا السبب ولا انا غريض والله يمكن انا غريض ما باري او هي اليوتيوب شغلة حز شو اللي هو سبحان الله كله تقدير من رب العالمين واسمه ونصيب فلايك يا شباب متر ما قلت لكم يوم السبت الساعة خمسة بازن الله ليك رح يكون فيديو بواحد بالاسبوع يكون خفيف مو خفيف يعني انه تسليك لا يكون خفيف عليكم ما تحسو تأيد بجزداء خلقكم مني كلت مرات بالاسبوع حلقتنا يا زلمي ايه وهيك يا شباب ودعولي ان شاء الله رب العالمين هيك كذا فتحت علينا واشتغل اليوتيوب يعني بصير واحد بيقول بيحط برجع بيتعب على هالقصة انا اخدت الموضوع ضغري وكأني نجحت وصار عندي مليونين كلت ملايين مشترك ونازل طقطة بهالفيديوهات لازم اول شي تثبت نفسك يمكن بعدين بتكتر فيديوهات مو تكتر فيديوهات قبل ما انتسبت نفسك ما بعرف ولون يا شباب بيكون وصاين هاية الفيديو بتمنى ايكي قل عجبكم الفيديو ما ازاعي حيش وكوون ولا لا اه كان معكم وثيم من قيمراوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته